كان يامكان في قديم الزمان مملكة للعمالقة، والعملاق إنسان ضخم طويل، طوله أضعاف طول الإنسان العادي، ووزنه أضعاف وزن الإنسان العادي. وكان هؤلاء العمالقة مسالمين، يحبون الناس ويساعدونهم، وكان قرب مملكة العمالقة مملكة أخرى للأقزام، والقزم إنسان صغير طوله طول إصبع الإنسان العادي، ووزنه خفيف جدا. وكان هؤلاء الأقزام طيبين، يحبون الخير للناس ويساعدونهم، وكان العملاق ابن مملك العمالقة شقيا يؤذي الأقزام، ويستمتع بهدم بيوتهم، وكان يضحك كثيرا عندما يرى الأقزام يهربون خوفا منه. جلس ملك الأقزام يوما يفكر في طريقة لإقناع العملاق بعدم إيذاء الأقزام، وطالت جلسته كثيرا. رأته النحلة فتقدمت منه وقالت له، ما لي أراك حزينا يا ملك الأقزام؟ فحكى لها عن العملاق وما يفعله مع الأقزام. فكرت النحلة قليلا وقالت، سوف أساعدك، وأخذت تحكي له عن خطتها التي ستنفذها. وفي أحد الأيام، جاء العملاق وأخذ يضرب الأقزام ويضحك عليهم كعادته. وبعد أن تعب نام، وأخذ يحلم ماذا سيفعل بالأقزام حين يصح من نومه. استيقظ العملاق على صوت ضخم داخل أذنه، التي دخلت فيها النحلة وأخذت تصدر صوتا عاليا. صار يقفز ويصرخ، لم يتمكن أحد من العمالقة أن يشفي العملاق، وأخذت حالته تسوء يوما بعد يوم. لم يستطع أن ينام، وظل يصرخ من الألم. حضر ملك الأقزام لزيارته وقال له، أنا مستعد لمساعدتك على أن تتعهد بعدم إيذاء الأقزام في المستقبل. فصاح العملاق، أنا موافق، أن موافق أرجوك أن تساعدني. طلب ملك الأقزام من العملاق أن ينام على ظهره، وأمر عددا كبيرا من الأقزام أن يصعد على صدره ويضربه بالعصي. وكانت تلك هي الإشارة المتفق عليها بين ملك الأقزام والنحلة. سمعت النحلة الإشارة، فخرجت مسرعة من أذن العملاق، وطارت بعيدا، شفي العملاق بعد ذلك وأصبح يساعد الأقزام، ويلعب معهم، ولا يؤذيهم. مات ملك العمالقة، فأصبح العملاق ملكا بعد موت والده، وتعهد بالاستمرار في مساعدة الأقزام وحمايتهم بعد أن تعلم درسا في الحياة، وهو أن النحلة الصغيرة تستطيع إيذاء العملاق الكبير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.